صباح الخير عليكم او مساء الخير حسب كل واحد وبلده بتجي لي اسئلة كتير جدا عن ان في ناس عاوزة تخص وزن كبير جدا في وقت قليل يا اما بقى ان وزنها سابت ومش عارفة تنزل وزنها فعاوزة تفرح بكم كيلو يا اما مثلا ان هي عندها مناسبة قريبة وعازة تنزل يعني وزن كبير او لأي سبب تاني حتى لو اسباب مرضية في ناس بتكون عاوزة تنزل وزن فترة قليلة طبعا انا اتكلمت عن الموضوع ده كتير في قناة كل يوم نصيحة ولكن حابة باختصار في فيديو سريع كده اقول لكم ان اسلم طريقة ننزل بيها وزن كبير هو رجيم اسمه رجيم الصلطة انا بعتبره الافضل لان هو رجيم بيعتبر لو كرب او رجيم مثلا بيكون نسبة النشويات فيه اما معدومة اما قليلة قوي هو ان انا باخد طبق صلطة في كل وجبة وبيكون في نسبة من البروتين ولكن مش طبق صلطة من العادي يعني مجموعة خضار وخلاص لا لازم يكون معايا بروتين في الحلقة اللي انا حطها لكم على الشاشة دي انا نزلت حلقة فيها انواع صلطات وفيه حلقات تانية برضو فيها انواع صلطات مختلفة تقدروا ان انتو ترجعوا لها سبها لكم في صندوق الوصف تقدروا تستخدموا الصلطات دي محسوبة السعرات الصلطات دي بتكون عبارة عن مجموعة من الخضار معمولة بقى بطرق مختلفة علشان ما تزهقوش وبيكون محطوط معاها نسبة من البروتين اهم عنصر في الطبق بيكون البروتين وطبعا مجموعة الخضار اللي احنا بنستخدمها بتدينا حاجتنا من الفيتامينات والمعادن فهو الطبق ما فيهوش نشويات هو ده اللي يخلي ان الوزن ينزل معانا بسرعة وطبعا طبق الصلطة بيكون صعرات الحرارية قليلة فبالتالي الوجبة بيكون صعرات الحرارية قليلة يعني لو انا بعمل سيوم متقطع ممكن ااخد طبق صلطة في الوجبة الاولى واخد طبق صلطة في الوجبة التانية بس نفس طريقة الصلطة اللي انا بعملها معاها بروتين ما يفعش ان انا اخد بس يعني صلطة بس فقط ده هيسبب لي مشاكل وينزل وزني من المية ومن العضل فلازم اهم حاجة في الطبق هو نسبة البروتين لو انا باخد ثلاث وجبات عادي جدا ممكن اخد الثلاث وجبات صلطة يعني اخد في الفطار صلطة وبروتين وفي الغادة صلطة وبروتين وفي العشد صلطة فقط يبقى انا خدت الثلاث وجبات بتوعي حلو جدا ومناسب كمان لمرضى السكر لان انا باخد طبق كبير جدا من الخضار معاها نسبة من البروتين المعمول بطريقة صحية زي ما انتم هتشوفوا في الفيديوهات اللي انا قلت لكم عليها فدي اصلا طريقة يعني اه ان انا لازم يعني عشان خاطر انزل وزن كبير لازم ااخد نسبة البروتين بتاعتي اللي انا محتاجها ااخد فيتاميناتي والمعادن اللي الجسمي محتاجها ومش مشكلة خالص ان انا ااخد نشويات ففعلا اللي عاوز ينزل وزن كبير جدا وخاصة ان الرجيم ده ممكن ينزلكم من 10 ل 15 كيلو في خلال شهر يعني انتم متخيلين وزن كبير جدا يعني انا في ناس معايا متابعين معايا نزلوا على الرجيم ده في شهر يعني في حد نزل 8 كيلو في حد نزل 12 في حد نزل 10 كيلو بامان لان نسبة البروتين في الطبق بتكون كويسة فالحمد لله ما بيحصلش بقى ولا ترهولات ولا بيحصل اي مضعفات ولا الكلام ده فهو اصلا طبق صحي ولكن سعراته الحرارية قليلة فانتو مثلا ممكن تاخدوك تحدي ان انتو لمدة شهر تعودوا تعيشوا على الصلطة وعلى فكرة حلوة جدا للهضم يعني حلوة للمعدة هتحسوا بخفة ونشاط مش طبيعي وممكن نعمل معايا كمان تمارين يعني اي تمارين حتى لو اقلها المشي يعني لو حتى نعمل شوية مشي بسيط او اي تمارين حتى لو انا متعودة على اي تمارين اكمل فيها حيدينا نتيجة ممتازة اه جدا اتمنى تكونوا استفدتم من الحلقة النهاردة اكيد ما تنسوش تعملوا لايك تشتركوا معايا في القناة بحفظ الله